اشتركوا في القناة لنقدم نصيحة الخوتي الممنين ونتعاونوا لنكونوا عند حسن الظن في عائلتنا وفي مجتمعنا وعند الله عز وجل لذلك اليوم خيرت درس نقدم الخوتي الممنين لعندهم مسؤولية في الدار على أولادهم وهذه المسؤولية نوعا ما ما مش حسين بها وهذه حبيت تقدمها يعني باش ان شاء الله أولادنا يخرجونها جحين علاش قلت قلت دايما مثل شعبي نضربوه احنا يا تحياتنا يقول لك مول عشر صنين قريه اي بمعنى الانسان كيزيد من اللي يزيد هو يتعلم يهضر ويتعلم يسمع يتعلم يهضر ويتعلم يسمع ودايما يسمع باش يهضر لذلك ماذا بيك نقدم نصيحة للخوتي الممنين قلوك يتهضر مع وليدك يهضر معه نورمال يعني جملة صحيحة ماشي مثلا الخبز تقول له تقول له تاكلي خبيدة تاكلي خبيدة تاكلي بابا المو بالديرك تاكلي الخبز ناكل خبز ولا ااكل خبز متقلش تاكلي بابا واذي بيه قنينة واذي بيه تتصغر فيه وهذا الطريقة هذي مليحة عن دعبك بيها يا وليدي مصح لا لا هذي ما كيتعلم على الطريقة هذي كما أعلمتكم اختاري فاتت استدر ما ترعش كوزينة كي ينبعه كيف هتقول له تاكي ينبعه هو يكبر غيش ويقول لكي ينبعه رجب لي تاسمت تعطش متن جمشة نوض هذي دنيا هذي دنيا سبحان الله ستغيب لي معنا تقول له عجب لي لا يقول لك لا مراش واحد يجي معايا كي ينبعه تقول له كذا ما نش نسمو الأشياء بأسمائها وعذاك هذا طفل صغير واشتمرك في هذاك هو لذلك ربي سبحانه وتعالى يقول بعد بسم الله الرحيم واش يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما انت كيفاش لازم تكون عندك قرة آيون وانت هذا الولد ما عرفش تربيه ما عرفش تحسن إليه أو كي ينبعه في تربية الأولاد على الدين تعلموه على الدين يقول يوح معاك يمشي معاك يصلي معاك يقعد قدامك يتعلم يتوضع يتعلم يقرأ يتعلم كذا والله ما شاء الله بس كيف يقول لك الولد نسخة من أبيه إذا كان هذا الولد نسخة من أبيه لازم يقلده في كل شيء وإن المحب لمن يحب مطيعه خلي يوليدك هذا يحبك شيرتوك إلى أمام الأولى يعني عامين عامين نونس تلتسين بعث سنين يبدأ يعافيها الدار يبدأ يتمشى أباك يقول لي ينهي يبعد على ماما يقول لي يحب بابا يقول لي يقرب البابا إذا كانت هنا أكسبه حبه شجعه دعمه طلع له النيفو آآ ذوق أوليدي هو اللي يخير آآ أوليدي ولا راجل آآ أوليدي يفهم أوليدي ما يقول لباباك يعني هو هنا كأنه أولي مشتاق فرحة مشتاق حنانا مشتاق تشجيع أنت بالطريقة تاك مدهلو هذه الحقيقة نحن نحتاجينها أوليدي ما يقول لباباك لو كان أطنع لو كان لا تشجعك تقول لي تشوفها حاجة أخذ دخلا لذلك كما ذبي الإنسان نحن مخلوقين هكا يعني كل حال لازم تخليني نحبك لكي نتبعك وعدك هذاك الأسلوب العيني وفوضك القبيع وتزغط من ديمونط أخذر فيه أخذر فيه أمليح لم تزغط في عينك فهم رؤك يخذر فيك أو هبط عيني تهبط عيني لكن لا يخذر فيه يقول لك يخذر فيك لكن يبط عيني فهم هذاك وما يخممه يبدأ يقول لك يا ضربني يجبني وخليني الرؤ بك لا تركك معي بسيطة فأنا أخذر فهم يخذر فيك على خذر هبط عيني على هبط أرواح يزيد حق أمليح أعضوا هنا وما يركبونهم يركبونهم أنا من أستغربش يقول لك يضرب ماما طبع سي نورمال تربونها لكي تزيروا تبلوكي وزيد هاتفوار من تجاوز حده وإنقالب إلا ضده لذلك هذي لازم يفهمها الإنسان باللي والولاد هذو مدام أولدناهم نحسننهم على لأنه هذا تصيبهم في حياتك بإن الله تعالى صافي يقول لك الله يبارك الله يبارك صافي يمشي معاك صاحبو أنت على تخليه يصحب أي إنسان ولا الناس قام ماشي منيفو التعناق حتى يريدوا بلي لك يقول لك يهضر لك حضراء قام ما لازمش يلبس لك لبسة قام ما لازمش يمشط لك مشطة قام ما لازمش وإنتا ما تربيتش هكذا فاسكو هذا يفو التع الأباء إذا شتر وريد خطأ الطريق أنا نحصل في البابات ما كاش كيفاش إذا وريد هذا ما قراش مليح في المدرسة أنا نحصل في الأستاذ إذا هذي المصليين في الجامعة ماشي مرد بي ماشي سريك ليلة منها ماشي كدامنا نحصل في العيمة قلوا التمع شت تقدم الرسالة تاعك هذه هي حقيقة إلى شت هذه الأمور مع أنت قائدة 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 يقول لك درهم وقايا ولا قينطاروا علاج قسكو هذه حاجة كينا في الدين بتاعنا لازم نأمره بالمعروف ننهيه على المنكر استدر نوريه نوجهه نحن لا لا نحن نخليني أولادهم عام كون لم يرحش لي يقول يشوفوا يقرأ ما يقرأ حضر ما حضر ما حضر غاب ما غاب عادي يجيب له ذاك البيلتان ويشوف ذاك البلاء مالفريتيس مون يثور عليه يبدأ قابضوا من رسول يخبط فيه مع الصور ما تكوش معايا ما تخرج معايا ما تشيك الحوايج ما تشيك أنا أنا هذه هاتبع منها الأول وما نقوله نحن واحد الماثل الشعبيين نضربوا يقول لك السجرة كيف تغرسها ادريسيها من عال الول دريسيها يطلع أقبال 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 أما أطلقتها بروشة وتعوجت وما تجيب لها تجيب لها تكسرها كيف كيف حتى بعض الأخوات يسمحوا لي لازم تكون كائن صيلة بينها وبين بنتها صاحبي بنتك البابات تسحب وليده وليم تسحب بنتها ونورمال تسحبك أنت خلم تسحبك كاشوحدة قلق قل له مع من تمشي قل لك شكون انت ذلك بعض الحالات بعض التربية بعض الأموان شو دخلوا لديارنا يعني ما شي تتعنا مش تتعنا أو تشو اللبسك كيف شو اللات ربي يجي بالخير وخلاص الله يهدينا وخلاص لذلك نصيحة في هذا الباب أنه الإنسان يدرس لولاده منيدك على الدين يوري لهم عظم الطلاء عز وجل خشكت ربي يوليدك على عظم الطلاء وخوف الله خلاص قل له شوف شكون يمنعك بشتاكم الفرجيدار وشوف راه كذا وراه كذا وكذا وكذا هو ربي عز وجل يشوفك وانت ما تشوفه دايما تحذر عظم الطلاء في قلبك بالك الناس بارك يا ولدي هذا هو ما توجيهات خلال شعال وفي مرحلات على التربية قال لك مول عشر سنين قريه ومول عشر سنة ورّي له أمور لازم أنت تتوري له ما هو شعب تتوري لوليدك امشي ما قال يا ولدي واش تميش واش مطوم بله تريقنا العائلة تعني نشروها يا سيدي عب 16 واش ماتترف هنا ومليح لو بسيون تترفون لك شوف يا ولدي واش مع أنت يقول لك يسعى يسعى يفرحك يقصر معك يدخل معك في مواضيع ما هو شعب بس كنت أبيه وهذا نسخة منك وراح يخرج المجتمع أراك متتا بسباب بسبابك التا والتربية التاك تقعدك شغل ما متش ما زلت حي بس كنت أبيك في دار الدنيا يمثلك ما زال يمثل فيك الله يبارك وليد فلان الله يرحمه سبحان الله نسخة من أبيه سبحان الله هذاك الأداب هذاك الهضراء وهذاك الله الحياة وهذاك التسلام وهذاك سبحان الله بس كنت أربيته هكاية أما كيتموت يقولوا الله يرحمه يرحم من رباه ما شي تطلقوا الله يا الله واشنا نشوفه ويزيد يذربوا قدم مخوته قدم صحابه ما تذربوش ما تذربوش تذربوش تركب له عقدة هي التصالفة الواقع ونرسوا الوطفة ونزفوا النحوة شاهدوا المحادن كي يحب ربي يولده ومرته ويدخل للبيت يهضر معها يهضر معها يا نور معها لا 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 وزوجته يليسي هيكا إذا ضرت غلطة نحنا ربي ستار طبعها سكوب في أبس يخبط قدوم يمه وميرته قدوم ان يهضر لا يهضر يعني ليس من يهضر ونحن فيك العيون ينيفعالات يجب أن يفهم النبيه من العينيات التي قلت له كنت لا تتتكلم ليس فقط لا تتكلم لحظة قطع كثيرا نحن نحن قليلا لا يمكننا الذهاب لكننا نحن نحن فقط اليوم ربيتوا في الأخلاق ربيتوا باللي لازم مثلا يكون نحضر مائي يحضر يسق سيوك لا تجاوب ستطلب العذن لأنه كان الناس يهديهم يحبوا يستتدرجوا للأولاد هذا لكي يحقوا له أصراته على الآباء ومتنسى صغيبه بليمالهم تصيب بمماك جداك مثلاً عندها عقدة من جي توليدها متحق السخصية وين راح مع مرته؟ مع عرصها وماذا تدير؟ تسبق سخصي الطفلة سخصي الطفلة سخصي الطفلة من بعدك ترميه تبدأ ترميه تفرش يعني كي تتميديهم كي يحصلوا حوه إنسان كشه الحشمان كشه للابالي إلا ما قلت اشتعلها لبالي بليت مرتك ورحتها وفيها ورا المشكلة ورا المشكلة خرجتها وهذا نهضروا برا ورا المشكلة لازم نعطي معي أساس وغاية العقليات قلت فينا إحنا يربي هدينا لكل حال أنا أنا نهضر ما زعفوش مني كان هكا بعض الأحوال الشخصية نسمينا إحنا إصلاح ذات البين لمعشنا نصلحوا تقول لي واحد للعروسها كاقتلي يا شيخ بالله عليك هذه لوسينايا غدوة تزوج أسكر حتى الديني أنا مع رجلة تذهب معهم قالتني سبحان الله نهضوا على الآخر جاية اللي ولا يتلبسك في الطنابل قالتني ما نقول لك وليت ما نهضر لا فضالة في الطنابل وليت نسكت ويرجي قولي إعلية السكتي يدقنوا نقول لك كل شيء عندما تشوف عندما تنتبع قلتني أن يحب أن نهضر معك وحدك إذا ما نحضت شيء مهات رحية لما عشية لحقت وين تروح بدخوه يعني ما كاشفت رحية وحدك وما يبعثوها روح يقول لك يهودي روح يقول لك أتحلى فيها كاش ما يخصها ولا كاش مانا بعثوك يعني هذا احترامات يعني بعثوك كاش عالت الجسس عليهم وين راحت وشكلت وكذا منه عيب عيب رسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول كل واحد يشغل وهمه أو في معنى الحديث ما يجتهاش وما يتباش عوارة الناس ومن تتبع عوارة الناس رب يدل له الناس يتبعوا العوارة تها إذا كحب هذا الرجل يخرج وامرته خرجها رومانسية يقسل معها يضحك معها يأكلوا سيرتوه نظر كام يقلدوا بزاف الأفلام الداخيلة على المجتمع التانى أول تقول لك شوف كيف يعافو يهضروا يعافو يحبوا يعافو يقل شونساهم انتو موالوا انت تحكم يمك تحكم أخطك تحكم بابك يحكم قطكم يحكم كلبكم يحكم أكرمكم الله لذلك أول وقع يحكموا أضو هاد المرأة وشتدير راحة الواحد تعيش معاه هم لباس لكم وأنتم لباس لهم صابت رحها معاه اللو سلاسق في جلتها في جرتها لازم تفكر كيفاش توكلوا وتشربوا وتخسلوا حوائجوا وتنشروا حوائجوا وتحددوا حوائجوا لذلك نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهنا وربي بارك لنا فيما لزقنا ويجعلنا مفتاح الخير في هذه الأمة لذلك مذابية ما زالت والدرس نزالت وهنا نقسمها لحلقاتين وثلاثة والأربعة حبيت نلحق ميساج هذو الآثات الاجتماعية اللي دخلوا ديارنا ولينا ما نعافوش رب وولادنا لذلك نضرب باش نربي بطريقة حيكمة مشي البارد الضرب المبرح ولكن ما مات تجبد الخو يجبد الخال يجبد ربي بارك فيكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباركاته